اشتركوا في القناة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط وطبعا هو رح يمكث فيها لغاية الساعة 6 و 24 دقيقة مساء من مساء يوم السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة النعام وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق برضو بالنسبة طبعا للقمر القمر اليوم رح يتواجد ما بين العقرب وما بين القوس يعني في ساعة الظهر رح ينتقل للقوس بما أنه موجود بالعقرب لغاية ساعة الظهر في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبرضو بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطئد ضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت مثلا طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية احنا في عنا زاوية وحيدة رح تكون قبل خلو المسار هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا طبعا كل الأوقات بتوقيت جرينيتش فعشان هيك هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا خلو المسار خلو المسار هو سلبي بيبدأ في تمام الساعة وحدة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و14 دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر بعدها لبرج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي هي فترة خلو المسار من ساعات الصباح اللي هي 51 دقيقة صباحا لغاية الساعة 11 و14 دقيقة ظهرا هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أو عقدنا نيتنا عليه قبل خلو المسار بعد هاي في أثناء وجود خلو المسار في عنا زاوية حرجة رح تكون هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 22 و44 دقيقة صباحا بسود شعور بالضيق أو بضيق الصدر فما منتقبل الانتقاد وممكن نمثور بشكل مبالغ في وجه من ينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة فعلنا بكشف عيوبه وأخطاعه طبعا هاي الزاوية من الزوايا برضو الخطرة اللي إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالطيران بوسائة النقل بالبواخر بالطيران بكل إشي من هاي الأمور وبرضو إلها علاقة بالصحافة ممكن يضرب أشياء إلها علاقة بالعملة لأنه برضو هو إلها علاقة بالتنافسية العملة اللي هو عطارد والمريخ بيجيب فوضى برضو إلها تأثيرات على الطبيعة يعني حرائق أو أمطار أو برودة ممكن البرودة تضرب أماكن نادر جدا إنها تضربها وأنا برجح هذه النقطة بمثل جبال عمان أو مناطق في الخليج رح تصل فيها درجة الحرارة يعني تلامس الصفر فهاي بتعمل نوع من أنواع الفوضى المناخية طبعا القمر رح ينتقل للقوس زي ما حكينا ساعة 11 و14 دقيقة ظهرا فمنشعر بابتهاج أو بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعد هذه الزاوية أو بعد هذا الانتقال بتبلش عندنا زوايا إيجابية أول زاوية رح تكون زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 12 و14 دقيقة عصرا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية برضو رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة 13 و38 دقيقة بعد العصر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هي من الزوايا البطيئة هي زاوية إيجابية رح تكون زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 13 و52 دقيقة بعد العصر بسود جو عام من الود فبيسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقة العاطفية الناجحة أما بالنسبة لآخر زاوية هي زاوية تزديث إيجابية رح تكون بين القمر والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 17 و17 دقيقة مساء منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بما أن القمر رح يكون موجود بالقوس فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد اللي هو عشر واحد بيبدأ في تمام الساعة 6 و28 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي أي إلى يوم الأحد في تمام الساعة 1 و29 دقيقة بعد الظهر لينتقل القمر لبرج الجدي بالنسبة لعمر القمر القمر إن حسار الهلال 25 يوم في تمام ساعة 12 و32 دقيقة صباحا يعني بعد منتصف الليل بيصبح 26 يوم نسبة الإضاءة بتكون 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19 واحد مزاجها سعيد بنسبة 30% القمر في العقرب وبدأ ينتقل للقوس حتى يوم 11 واحد مزاجه سعيد بنسبة 60% عطارد في الدلو حتى يوم 31 نقدر نحكي منتحس بنسبة 40% في نقطة عن الزاوية اللي بين عطارد والمريخ إنه ممكن تكشف بعض الأمور الصحفية أو التحقيقات أو نتائج لشيء معين يعني تكون شوي فيها نوع من أنواع الصدمة بالنسبة للزهرة طبعا بالجدي حتى يوم واحد اثنين مزاجه سعيد بنسبة 70% أما بالنسبة للمريخ في الثورة حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 75% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% أما بلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 فهو سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكي أو تعويب صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء بتقبل أو بتتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ وبتنشغل بمعاملة أو ملف في ساعة الظهر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لأسيما البعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظ على هدوء عصابك ونبرد صوتك لا تعرض لقاءك للفشل تحمل هذه الفترة توتر لأنها من أكثر أيام الشهر الضغط عشان هيك بدك تحاذر من الأخصام أو من الخصام وما تعادي أحد اتجنب الخلافات كليا خصمك قوي وطباعك ليست هادئة أما في ساعة الظهر بتنشغلوا في إعادة ضبط أموركم المالية سارع في تهدئة الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير بتتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أن تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي برج الجوزة أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونضموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك أما في ساعات الظهر بتنجحوا في التفاهم مع شركائكم بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هاي الفترة يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بدك تحاول أنك أنت يعني تشحن حالك بطاقة إيجابية أكثر عشان تتجاوزها حاول تنتبه برضو على صحتك لأنه ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات برج السرطان بتجتازوا يوم إيجابي بيبحث على البهج والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز فضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام تعتبر هاي الفترة جيدة جدا خصوصا لساعات الظهر بدك تستغلوها أما في ساعات ما بعد الظهر انتبهوا أكثر لصحتكم وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك ما تأجل ولا تناطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه أو يميل أفراد العائلة لمد يد العون إلوه لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقرارك وبتنهمك بحل مساء العائلية أو شخصية وبتبدو قلق وبتتذمر لأقل الإشارة أما في ساعة الظهر بتشتد راغبتكم في التقرب من أحباءكم وقضاء وقت ممتع معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء صحيح الأخطاء خلال هذا اليوم بيكون مناسب برج العذرة بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وخاصة القصيرة يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة تتميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول أما في ساعات الظهر بتفضلوا التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية تجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية لا تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي مرج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبيتطمئن هواجزك واضف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة في ساعات الظهر بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار ممكن تعززوا العلاقة مع مقربين لإلكه بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر ممكن تلفت النظر لإلك الأجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب أنتم نشطون وحيويون وينجذب إليكم أفراد من الجنس الآخر ما أدروا لخطوة جديدة من شأنها أنها الدعم مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تطلق إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات تطلق مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي بالفعل تعتبر فترة جيدة حاول أنك تستغلها في ساعات الظهر بتنهمكوا بضبط ميزانيتكم امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك وكون عاقل في صرف الأموال تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرد أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح برج القوس طبعاً بتظل الأجواء غير مريحة صحياً ونفسياً رغم عدم وجود أي مخاطر فقط إنجزوا ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة وإبعد عن المغامرات والرهان والحظ لأنه ممكن يتعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية فما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظ وخاصة من الآن لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بزول كل اللي أنتوا كنتوا تشعروا فيه وبتمتلكوا نشاط وحيوية بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركد عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور تشتد عزيمتك فبترتفع المعنويات وممكن تستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون للمشاركة الفعلية اقتنس لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين بمرونة لغاية ساعات الظهر معك فترات إيجابية من ساعات الظهر يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وترتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر فالفترة سلبية ومخيب الآمال وممكن تدم على أي خطوة بتقوم فيها تكون حذر مرج الدلو يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته ونيل الرضا المسؤولين حافظ على خدوءك ولا تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمنحك يعني أشياء جيدة ولكن ممكن تخضع على بعض الامتحانات اللي يعني تكون زي فحص لجهوزيتك لا تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك أما في ساعات الظهر تلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يحقق أمنية ومساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزد شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطف مع أحباكم يوم مناسب لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار هاي تعتبر فترة جيدة خصوصا لغاية ساعات الظهر بتكون الفترة دينماكية جيد جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورش جديد في ساعات الظهر بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية حافظ على إنجازتك القائمة وهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر